السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الحقائق بالوثائق الدكتور فاضل براغ حسين مدير جهاز المخابرات الأسبق ذهب إلى لندن بمهمة سرية بتكليف من الرئيس صدام حسين ما هي طبيعة هذه المهمة وبمن التقى؟ هذا الموضوع سنكشف عنه لأول مرة من هو الشخص الذي كان يكتب التقارير على الرئيس أحمد حسين البكر وصدام حسين وفاضل البراغ وكيف وصل إلى علم الرئيس صدام حسين هذه المعلومة؟ من هو الشيخ الذي أوصل للرئيس صدام حسين ما تحدث به البراغ عن موضوع الكويت؟ هذه العناوين سنجيب عليها استنادا إلى مصادر موثوقة كان لها دور في هذه الأحداث وهم شهود عيان الدكتور فاضل البراغ ذهب بمهمات كثيرة ومختلفة إلى دول عربية وخاصة دول الخليج ودول في المنطقة وإلى دول أجنبية منها ألمانيا والاتحاد السبيل السابق وأمريكا ربا سعين يسأل هل أنه ذهب بشكل خاص أم أنه ذهب بتكليف من القيادة العراقية المهمة التي ذهب بها إلى لندن وأنا نوهت وذكرت في حلقات سابقة عن ذهابه إلى بغداد لندن من بغداد إلى لندن لندن إلى نيويورك ثم عاد نيويورك لندن المعارضة العراقية في الثمانينات كانت على أشدها بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبية مختلفة من بين المعارضين العراقيين الذين كانوا يمارسون نشاط ضد العراق بين صفوف المعارضة العراقية صلاح عمر العلي التكريتي هذا الرجل كان طبعا عمره الآن يمكن بالأربعة وثمانين سنة كان عضو مجلس قاد ثورة تارك ثورة 17-30 تموز 1962 وأضو قيادة قطرية عمل وزيرا للثقافة والإعلام وعمل سفيرا في عدة دول منها سويد وإسبانيا ثم الأمم المتحدة مثلا للعراق في الأمم المتحدة استقال بعد عام 79 حيث تولى الرئيس صدام حسين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس قاد الثورة وبعد استقالتي منع من العودة إلى العراق شكل حركة الوفاق الوطني في بريطانيا لندن بعد ما أخذ تحرك في صفوف المعارضة تحركت عليه السلاطات العراقية وكلف الدكتور فاضل للبرال بالاتصال بصلاح عمر العلي فعلا ذهب سافر إلى لندن والتقى بصلاح عمر العلي وفاتحه بموضوع أن يقف على الحياد وقدمت له مكافآت وتسهيلات وعلى ما أذكر أن أغبارته كانت لدى سكرتير رئيس جمهورية عبد حميد محمود خطاب الناصري عندما كان سكرتيرا مسؤول عن الأجهزة الأمنية المخابرات والأمن والاستخبارات والأمن الخاص حلقة الوصل بين الرئيس وبين هذه الأجهزة كل هذه الأجهزة ارتبطت بالرئيس صدام حسين رحمه الله من خلال سكرتيره عبد حمود فمباشرة كانت علاقته مع الرئيس صدام حسين وأضباطه كانت محفوظة لدى عبد حميد محمود خطاب الناصري ليس هو فحسب وإنما كان معه أيضا وفي قسام الرأي وفي قسام الرأي توفاه الله وهذا الموضوع يعني من المؤكد أن أضابيرهم كانت موجودة وذكرت أيضا أنه عبد الجواز ذنون أخرج بشكل مفتعل الفريق شامبوزي استخبارات عسكرية وخرج بشكل يعني مرتب بالتنسيق معه على أنه مغضوب عليه وتم إقصاؤه وتم التحرك عليه وأيضا هو تحرك على جماعة المعارضة من العسكريين أعتقد أن أول تحرك كان له على وفي قسام الرأي هذه من الأسرار التي لا يعلم بها أحد لكن العالمين في هذه الأمور وما لديهم الأضابير الأضابير هؤلاء المعارضين اللي كانوا يعني يعملون لصالح المخابرات العراقية فاضل البراد كتب تقليل الرئيس أنه يصرف له يعتقد في وقته 45 ألف دولار خرجية يعني كاتب للرئيس يصرف له خرجية مقترح يقترح أن تصرف له خرجية وهذه الكلمة فعلا يتناولوها يعني أهل العوجة المناطق هذه ما معنا تصرف له مكافأة فالرئيس وافق بالإضافة إلى إعطاء امتياز على الشركة من الشركات يعني التجارية الاقتصادية نقل ما نقل هكذا يعني طبعا المعلومة هذه من مصدر موثوق في جهاز المخابرات السابق بعد الاحتلال الرجل صلاح عمر العلي رجع وأدان الغجل الأمريكي للعراق ما قبل كل هذا اللي حصل واللي حدث وتم استبعاده وناء بنفسه عن كل هذا اللي جرى نحن نتحدث عن تاريخ ما عدنا موقف ولا عدنا غينة ولا عدنا شيء سلبي تجاهه وتجاه غيره وإن شاء الله يسمعني وهذه المعلومات اللي أنا أحجيها استنادا إلى مصادر في المخابرات العراقية هذه من ضمن تحركات ونشاطات الدكتور فاضل براغ مدير جهاز المخابرات خارجيا يعني عد ما يرسل على شخص واحد مهم ما يكلفون ناس عادي يعني ألتقى بالقذافي وحل المشكلة معه حول الفصائل الفلسطينية والتنافس عليهم ألتقى ببشير لجميل الرئيس اللبناني أمين لجميل والتقى بمدراء مخابرات ورؤساء مخابرات دول خليجية وكان تنسيق يعني على قدم نوساء راح أتحدث آني عن الاتفاقيات الأمنية والمعاهدات مع دول عربية وإجنبية مختلفة وآخذ مثل الاتفاقية الأمنية مع جهاز مخابرات ألمانيا الغربية وهي أكثر من الاتفاقية طبعا حتى نربط بين اتهامه بالخيانة والتجسس وبين توقيع هذه الاتفاقيات يعني وإذا كان هو يعني فعلا مجاسس شنو اللي قدموا من معلومات لهذه الدول اللي اتهم بالتجسس معها في فترة النضال السلبي في ستينات القرن الماضي كانوا البحثين مراقبين وكان جهاز يعني شرطة سرية جهاز أمن وكان هناك وكلام ومؤتمانين يكتبون كل من في منطقته فدكتور فاضل البراك كان أحد الذين كانوا يراقبون إضافة للرئيس أحمد حسن البكر والرئيس صدام حسين رحمهم الله جميعا من الصدف طبعا نقلا عن مسؤول أمني كبير في مديرية الأمن العامة هو شاهد عيان على هذا الموضوع من هو الشخص اللي كان يكتب تقارير على الرئيس أحمد حسن بكر الرئيس صدام حسين وفضل للبر وكيف وصل إلى علم الرئيس ومن الذي أوصل للرئيس هذا التقرير اللي كتبه هذا الشخص أحد الأخوان اللي مسؤولين في مديرية الأمن العامة في شعب من شعب الأمن العامة يقول وجدت في المخزن هذا التقرير اللي كاتبه على ثلاث أشخاص طبعا كان مسؤول هذا كاتب التقرير مقدم بالأمن اسمه محمد صالح قد يعرفوه وبباط الأمن اللي يسمعوني والرجل توفاه الله هذا كان مسؤول عن الشخص اللي كان يكتب التقارير حتى المبلغ اللي كان يصرف له محدده يعني أحيانا أوصولات المبلغ اللي تعطى لهذا الوكيل اللي يكتب التقارير فأخذوا للتقرير ووقت قدموا اللواء خيري تلميران رحمه الله خيري تلميران كان معاهم مدينة الأمن العام لشؤون السياسية وضابط مخضرم وقديم في جهاز الأمن توفاه الله في مدينة حلب 2010 2011 أعتقد بهذا التاريخ فقال له خما أحد اطلع عليه قالوا لا ما أحد اطلع عليه قال له جين فيبدو أن الدكتور فابل براق اللي جاء أواخر عام 76 إلى جهاز الأمن نقلا من الاتحاد السوريات السابق سفارتنا في موسكو عندما كان معاوم ملحق أسكري تولى هذا المنصب وراح أجي على موضوع كيف تولى منصب مدينة الأمن العام ومن اللي يرشحه نقلا عن المسؤول الأمني الدكتور فابل براق كما ذكرت نقل التقرير إلى الرئيس صدام حسين و اطلع عليه للتقرير أيضاً تم حفظ هذا التقرير في أظباره في ملف وطلع عليه علي حسن المجيد فيما بعد وطلع عليه حتى الفريق طهر جاي الحبوش قد يسمعني الأستاذ أبو همام ما عرف إذا كان يؤيد هذه المعلومة أم لا المهم من هو هذا الشخص الشخص هو ابن عم والرئيس صدام حسين هو على قيد الحياة و اسمعني الآن الشيخ غالب المحمود غالب المحمود أبو شجاع وأبو فواز اللي استولوا على أموال عديق وصي وعبد الحمود بحدود أربع ملايين دولار وأيضاً الذي تحدث بعد الاحتلال بالحديث المشهور عن الرئيس وحاول موضوع نسبه وماذا جرى له وهو عبد الله المحمود الذي قتل في ظروف غامضة حتى لا يكون هناك غشاوة وتساؤلات والغاز ما خلص الموضوع هذا احنا ذكرنا بحلقات بالحلقة الأولى متناولنا ملف في البراج كيف رأى هذا الشخص والتقى بالبراج وبتكليف من الرئيس وقال له استفسرنا عن موضوع التقرير وهذا هي موضوع التقرير غالب المحمود شأن يكتب تقارير بالستينات على البكر وصدام والبراج رحمه الله وبالصدفة أن يأتي البراج يتولى منصبه بمديرية الأمن العامة ويقدم له هذا التقرير وهو يذهب إلى الرئيس ويتحدث له بما كان يجري من ملاحقات لهم ومراقبة ومن الذي كان يراقبه ويكتب عليهم موضوع نقل البراج من العمل الدبلوماسي وكملحق عسكري إلى العمل الأمني في العراق يقال أن المرحوم برجان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق للرئيس صدام حسين ذهب بمهمة إلى روسيا يعني إلى موسكو وفاتح الدكتور فاضل البراج بموضوع تعيينه بمنصب مدير الأمن العام على أن يضمن ولائه للرئيس صدام حسين لأنه قايله بالمرحلة المقبلة يعني هذا الأمر قبل نجد يعني قبل أربعة سنين من يعني نقول بالسبعين قبل الستة وسبعين لأن الرئيس صدام حسين تولى المسؤولية بال ثمانين تسعة وسبعين ثمانين يعني قبل ثلس سنوات أربعة سنوات فأنا أشك بهذه الرواية حقيقة لكن سمعتها وأنقلها لكم أنه جرى تنسيق مبعوث من قبل الرئيس صدام حسين هناك نية لأنه يتولى المسؤولية مستقبلاً الرئيس صدام حسين ما حقيقة هذه الرواية الله أعلم نأتي إلى واحد من أسباب التي أدت إلى إعلام البراجة الأسباب كثيرة يعني هناك من يقول أسباب إدارية وهناك فساد مالي وهناك فساد كذا وكذا وهناك من يقول حول تذمره واستيائه وانزعاجه ونقده لاشتياح وغزو واحتلال الكويت أثير حديث حول الشيخ محمود الندى الشيخ محمود الندى طبعاً الرجل توفاه الله في حادث اغتياله عام 2006 يمكن 25 تموز 2006 من قبل أشخاص مجهولين الهوية في شارع الباشا وسط مدينة تكريت وفارق الحياة بال مستشفى وكان طبعاً معه شخص آخر أيضاً أخوه أيضاً الشيخ علي الندى رحمه الله أيضاً توفي في حادث اغتيال بوضع عبوة تحت المقعد ما سيارته وكان معه ناس تقطعت شيقانهم ورجلهم وهو أيضاً فارق الحياة الرجل يذكر أن الشيخ محمود الندى كان على علاقة مع الدكتور فاضل البراق والدكتور فاضل البراق كان من فتح على الجميع يعني من أبناء عشرته ومن العراقيين وكان يعني بسيط ومتواضع ويتفهم حاجات شيوخ العشائر والناس والناس اللي كانوا معيته حتى هو كان الضابط اللي يحتاج فلوس للزواج يزوجه واللي كان يعصى يخطب وما ينطو ويجز مبعوثين ومندوبين وهو يروح بنفسه يعني هذه الدرجة هذه وصلت المواقف به فحاجة على أساس أمام الشيخ محمود الندى موضوع استياءه من دخول الكويت استهجانه وعدم قبوله فالشيخ محمود الندى شايل نفسه ورايح للرئيس حاجة شيله بهذا الموضوع يعني يقولون هذا السبب الرئيسي اللي خلى الرئيس يزعل على الدكتور فاضل البراق وضم له يعني حصل اللي حصل مع الرجل الشيخ فلاح الندى ابن الشيخ حسن الندى تحدث بهذا الموضوع من خلال تواصلنا وقال غالب المحمود وعبدالله المحمود هم اللي كانوا يريدون يوقعون بعم الشيخ محمود الندى رحمه الله وهو ما له علاقة نهائيا رادوا يربطوا مع الوراق بهذا الموضوع حتى يعدموه يبدو أن هناك صراعات كانت قائمة بين أجنحة مختلفة داخل العشيرة هذا التنافس بين هذه الأجنحة خلى الأمور تضعف ودولة تضعف وكثرة المشاكل والصراعات عكست على سياسة الدولة والرئيس صدام حسين يعني ما استطاع أن يوقف هذه الأمور يعني هي من جانب شخصي المحيطين بالرئيس كان ذو فائدة له لكن من جانب آخر عام ومصلحة عامة لم يكن ذو فائدة تسقر وإنما كان وبالا عليه وإنما سنأتي في حلقة قادمة على ذكر الدكتور فارو البراد وعلاقاته مع الألمان هل أن الألمان نسق معه أثناء توقيع اتفاقية الأمنية سوف نأتي على ذكر هذا في حلقة قادمة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر